بسلام خير يا أيمن بسلام ركبتون أيمن شرف لي التواجد في سوية تحليلي مباراة الأهل وسانداونز وإن شاء الله زي ما حضرتك قلت كده يعني نطلع بنتيجة إيجابية بإذن الله سعدنا قبل مباراة القيابلة تكون كمان كم يوم يعني إن شاء الله بإذن الله أرقام بتقول إيه بقى قبل ما تشبنا عارض يعني لو تكلمنا على الأرقام وإحنا برضو مركزين أكتر عن أرقام الأهل وسانداونز في الدور الأفريقي أرقام الأهل وسانداونز مع بعض وتاريخهم والكلام ده كله خاص إحنا حفظناه من كدر المواجهات لو بنتكلم الفرقتين طبعا كل فريق لعب مباراتين مبارات الأهل سيمبة تعادل في المباراتين سانداونز كسب زهابا 2-0 وتعادل على ملعبه 0-0 وكان ترد منه لعيب النهاردة إحنا بنتكلم الأرقام دايما هي مجرد مؤشر بتديك انطباع عن سلوب الفرقتين الدنيا ماشية إزاي بنتحرك إزاي النهاردة لو بنتكلم عن فكرة مبارح كولر نتكلم عنها في المؤتمر الصحفي فكرة الفرص استغلال الفرص إن النادي الأهلي عنده مشكلة شوية في بداية الموزن ده ففكرة استغلال الفرص بنخلق فرص كتير ولكن بنهدر كتير بنهدر كتير وده واضح جدا في مبارات سيمبة خصوصا مبارات الإياب النهاردة نادي الأهلي سجل 3 أهداف في المباراتين ولكن كان عنده نزمة أهداف متوقعة قرب 7 أهداف نسبة عالية طبعا نسبة عالية جدا في المباراتين لما تشوف أن أنت تعادلت في المباراتين هنا أنت لازم يبقى فيه آه يبقى فيه وقفة أن أنت تعالج الموضوع ده صحيح بالنحية تاني بنسبة لساندونز نسبة الأهداف المتوقعة عنده أقل لكنهم سجل هدفين فده معناه إن برضو هنا فيه خطورة إن الناس دي ممكن من نص فرصة بتعرف تجيب جول تسجل وتحافظ على النتيجة وهي دي دايماً اللي كانت مشكلتنا معهم في المبارات اللي خسرناها هم شبكهم نظيفة في المباراتين بالضبط كان وده برضو مؤشرق من هم عندهم مشاكل دفاعية بتظهر في المبارات خصوصاً لو عرفت تضغط عليهم بشكل معين لأن هم بيعملوا البلد أب بتاعهم من عند الحارس والحارس وليامز بيستلم الكورة بيفضل واقف عليها كتير فأنت النهاردة في أي وقت لو عرفت تختف الكورة تعمل التحول بتاعك فأنت تختف الكورة من نص الملعة تقدر تسجل في مرموها الرقم الثاني اللي هو برضو عمل لنا مشكلة اللي هو الأهداف المستقبلة إن دي الأهلي استقبلت ثلاث أهداف ولكن لما هنبص كمان عن نسبة الأهداف المتوقعة استقبلها هي قرب الأربعة فقرب الأربعة دخل فيك ثلاثة ده معناه إن انت بتفقد في مشكلة في التركيز مشكلة ساعات في التمركز إنه على طول يعني رغم إن الشناوي في المباراتين منع بعض الكورة ولكن برضو كان فيه أهداف وأهداف وضحة إن هي في أخطاء التمركز أو عدم التركيز فدي لازم ناخد بالنا منه خصوياً المدرب نفسه قال وقال إنه هو طبعاً البطولة دي عشان ديقة جداً وقت إن انت تصح الأخطاء مش قوي لكن خبرات لعبة النادي الأهلي النهاردة هي اللي لازم تتعامل مع الموقف ده سانداونس بقى رحل عليه برضو نسبة الأهداف المتوقعة استقبالها بنتكلم أربعة برضو يعني قرب الأربعة تلاتة بوينت تلاتة وتسعين لكن هم ما استقبلوش أي هدف فالنهاردة ده معناه إن هم دفاعياً بيحاولوا ممكن نقول اختلاف إن بيترو أتليت وسمبا معنا المقارنة الرقمية على الشاشة الأرقام هي النهاردة هو الرقم بتاع الأهداف المتوقعة استقبالها ده من الأرقام المهمة اللي بتبين لك المؤشر ولكن برضو لازم نقول إن فيه اختلاف في المتنافسين نهاردة سيمبا قد يكون أفضل من بيترو أتليتكم فبرضو النهاردة ده أمر مختلف التمريرات الصحيحة طبعاً احنا عارفين إن فرقة صندانز من الفرق اللي بتعتمد على الاستحواز والتمريرات وهو نفس الأمر بتاع نادي الأهلي فنهاردة هتلعبهم إزاي لكن نادي الأهلي النسبة النسبة أكبر طبعاً كعدد إجمالي تمريرات الـ 1086 التمريرات الصحيحة 923 تقريباً نسبة 923 ده في المباراتين معنا آه في المباراتين والناحية التانية هنا برضو بنتكلم على ساندونز 800 تمريرات برضو نفس النسبة لو بنتكلم بالنسب نسبة متقربة 85 83 فنسب متقربة صناعة الفرص النادي الأهلي في مباراته سيمبا صناعة 23 فرصة 23 فرصة رقم عالي جدا. عالي جدا نهاردة. عشان كده النادي الاهلي هجوميا مش وحش. يعني الناس برضو ممكن تقولك احنا ما بنسجلش فيه مش. لا. احنا بنوصل. عندنا فرص. ولكن المشكلة الحقيقة في الترجمة. في اهدار الفرص. بالزبط كده. سانداونز تتكلم بص. تقريبا النص يا كابتن. اه. يعني صنعت فرص قدام بيترو اتلتكو اتناشر. تمرات المفتاحية اللي هي تمرات اللي كانت قريبا هي تبقى السيست. النادي الاهلي واحد وعشرين وعشر. المحاولات الصحيحة برضو هنا فيها مشكلة. انت بتعمل محاولات كتير على المرمى. ولكن دقتها مش كبيرة. هنا ستة من تلاتين. ستة من تلاتين. سانداونز العدد اقل ممكن تبقى النسب متقربة. لك هم نتكلم النادي الاهلي بيحاول. لها اللعبة بتشود بتروح. لكن اغلب الوقت هتلاقي بره التلات خشبات. فهنا دي المشكلة. المراغات دي برضو النسبة متقربة جدا. وعايزين نركز فيها النهاردة لان. بالنسبة لدقة المراغات أنا ليا بس. يعني ايه. سؤال عليها. دقة مرغات. فأي حتى في الملعب ولا في الجزء اللي هو الامامي اللي مرمى الخصف. اي لعيب بيعمل محاولة رئيس. يعني النهاردة عدى حتى لو. حتى لو معلول مثلا على الخط. مثلا رامي الكورة وعدى المدافع بتاع الباكلين متاع سانداونز. هنا بتتحسب مراوغة صحيحة. لو تقطع بتتحسب مراوغة خطئة. فالنهاردة برضو النسب دي هي نسبة متقربة. لكن دي الاهلي نسبة عالية في موراتين سيمبا. ده برضو مؤشر كويس. ولكن مع سانداونز اعتقد الافضل دايما ان انت تسيب له هو يعمل اللي هو عايزه بالكورة. اي. وتلعب دايما انت على التحولات خاصة في ملعب. اي. التحولات الهجومية بتاعتك ازاي تاخد منه الكورة. اي. في المناطق زي ماتشين اللي لعبنا. ماتش فيلر. واحد واحد لو حضرتك تتذكره. والسنة اللي بعدها ماتش موسيماني. وماتش موسيماني هنا. مزبور. لا ماتش موسيماني. اللي هو موسيماني معنا احنا. اه. هناك. لما برضو قاعديننا معاهم. اي. واحد واحد في السنة بتاع مرة السنة التسعة. ا مرة السنة بتاعت العشرة. هنا هي الفكرة. انت بتحط اللعيبة. ان انت ازاي تقفل عليهم. تسيبهم يعودوا يبصوا بره براحتهم. واول ما تاخد منهم الكورة تعمل التحول بتاعك. على فكرة المباراتين دول يا كابتن. اي. احنا كان ممكن نكسبهم. مزبوط. مزبوط. يعني هتعدلنا واحد واحد. ولكن الاهلي كان عنده فرص محققة. خصوان في الشروط التاني. في الاخر كان ممكن يكسب لو هما بيتعاووا ويزهقوا. صحيح. يعني فرقة ساندونزي لو انت خرقتها برا الجيم كتير وحسوا ان هما في البدل اكو مش عارفين يسجلوا. بيزهقوا وبيفتحوا الدنيا. او لو بدأت انت بالتسجيل. بالضبط. دي برضو بتديك ادفانش. فانا تمنى ان كل الظروف دي تبقى معانا النهاردة. في برضو لو بنتكلم على العرضيات. الكورات العرضية نسبة برضو بتاعت النادي الاهلي فيها. 11 من 24 العرضيات الصحيحة. بالنسبة لساندونز وما بيلعبوش عرضيات كتير. او ما بيلعبوها دايما على الارض. بينيات اه. بالضبط كده. الكورة التانية وهنا دي الحاج المهمة. لان ساندونز من الفرق اللي دايما بتاخد الكورة التانية فيما يخص الاستحواز على الكورة. النادي الاهلي عنده وردو رقم كويس. فانا تمنى ان يستغل ده مع ساندونز. وهنا بنتكلم عن الرقم بتاع خسارة الكورة تحت ضغط من اجمالي نسبة خسارة الكورة. في النادي الاهلي 40 من 81. ساندونز عندهم 43. لكن هما فقدوا الكورة اصلا في المباراتين برقم اقل من النادي الاهلي. ده اجمالا شكل ارقام. بنقول ان ده النادي الاهلي. قدام سينبا وصاندونز ودام بيترو واتليتكو. هم مجرد مؤشر يديك انطباعات عن مستوى الفرقتين. ولكن مش هو اللي ممكن يتحكم في النهاردة المواتش ممكن يبعمل ازاي. ولكن في تقارب في مستوى الفرقين. حتى اسلوب اللعب تقريبا واحد. اسلوب اللعب واحد. هم اكتر بس حتة البلد ده عندهم بيعملوه بكتير. ما بيحاولوا ما بيشتتوش. بنشوف دايما الحرس بتاعهم على قد ما بيقدر يفضل مسك الكورة تحت رجله. وده في اوقات كتير بيبقى اسلح. ان انت النهاردة تقدر ان هو هو بيلعب الكورة البينية اللي على الخط دي فيه كورة طولك يلعبها اللعب نص الملعب. هي دي لو انت خطفت دي ممكن تروح بمرتدة وتسجل. واخر حاجة كابتن ايمان اللي كنا بنتكلم فيها موضوع تلاتة العصر. وتسمح لي اقولها سريعا. مش عايزين دي نخليها دايما الفزاعة بتاعتنا. بزبط. طول عمرنا في افريقيا وحضرتك لعبت في النادي لقاء ولعبت بطولات افريقيا كتير. نلعب تلاتة العصر. وحتى الديل طلعت فيه مباراة عشرين تسعة عشر. ها دي اللي كانت الازمة. اللي حسنا ان كل ما هنلعب تلاتة العصر فيه ازمة. هيا الموضوع كله. لو انت وقفتك في الملعب صح. مدرب حط الطريقة اللي تناسب المنافس وقفت على رجلك. هتطلع مباراة تلاتة العصر ببطولات وكتير ببطولات كسبناها. شاء الله نلعب الفجر. بالزبط كده. هنكسب ان شاء الله. شكرا انجزين انا ايما اشترفتاني وامتعتاني. شكرا يا كابتنا. الله يخلي. شكرا.